شو وضع الانتخابات هالسنة كل شي حامي مشاهل حايق عم بقول معالدة عند حزوز كتير كبيرة يمكن بس أهم من التنبؤات نحكي مع الصحفي يومنا فواز اللي عم تشتغل بالكواليس مع كزا مجموعة من مجموعات السورة حيك صحو حيك صحو أكيد لا خلينا نوطيها شوية خلينا خلينا نكون واقعيين خلينا نكون واقعيين ما أسألك شو البرسنتاج أنا نحن عم نرجح من 15 و40 بالمية العالم بطل بدة الطبق السياسية في بعض المناصرين الأحزاب أكيد فيه صبات معينة بطواف معينة بأحزاب معينة بس هلأ فيه دايما هيدا القصة اللي عم تطلع أن المعارضة منهم متفقين شو حقيقة هيدا هيدا الخبر وليش منهم متفقين إذا مزبوط إذا بدنا نقول بشكل عام في لبناني أو لبناني موافقين على الحال اللي نحن فيها اليوم وأكيد كله بقولوا نحنا ضد كل شي عم بيصير ضد هيدا النظام حتى اللي هني من ضمن الأحزاب هيدا أزبدك بالشكل العام يعني ما فيه واحد اليوم ضد أنه يصير في تحسين بالبلد أو يكون في عنا دولة هيدا بشكل أساسي أنت عم بتقول هيدا النسبة اللي عم بتقولها من 15 إلى 40 بالمية فينا نقول هي واقعية وراكن تطلب حالي يكون في حالة معينة بالبلد لحتى المعارضة السياسية تقدر تعمل هيدا الفريق على بمستوى الانتخابي شو مشكلة المعارضة السياسية هلأ أنا بدي أحكي دايما بينحكي عن خلاف بين المجموعات السياسية المعارضة ومجموعات الثورة بينما الواقع هو عرد أرض هو عكس اللي كل الوقت من ضلنا عم نسمع فيه اليوم في ورشة عمل سياسية بدك تعتبر على مستوى كل لبنان وطبيعي بالعمل السياسي بده يصير في نقاشات أنا بعتبر اليوم اللي عم بيحصل باللبنان وخصوصا على مستوى التغيير والمعارضة السياسية هو نقاشات موسعة ولكن اليوم باللبنان نحن مش معودين على الشفافية كل الوقت كانت الأحزاب بتختلف من بعضها أحزاب السلطة بتختلف من بعضها بيعملوا اجتماعات مغلقة بنسمع حسب شو بيصلنا أو شو بدون يوصلونا وهن كل الوقت بيختلفوا بعدين بيتفقوا بينما اليوم فيه اسلوب جديد بالعمل السياسي هو قائم على الشفافية وهيدا الشفافية بتخلي يمكن إلا مساوئة أنه بتخلي الناس تشوف كل شي لكن الناس لازم تتعود أنه هي لازم تعرف شو الخلفات وتعرف أنه وقت النقاش بدي يصير في خلفات ليوصلوا لحلول بس هل هل المجموعات كمان عم يشتغلوا سياسي أم هل هنه هلها أيدياليستيك يعني كان في بعض المجموعات شوي أيدياليستيك منهم براجماتيين بالعمل السياسي صحيح هكبل لشو لكن هلأ من الزمين اليوم يعني صار فيه ندر جمعيا أنه تبقوا فيه أوقات فيه تحالفات بدأت تصير كمان مع أحزاب سياسي لا لا شك هو اللي دايما حيظلوا موجودين ولكن اليوم اللي عم شوفوا حتى المجموعات اللي هي إذا بدك باي بوك يعني ما بتتنازل عن أو شي بلشوا يتحسنوا لأنه اليوم بلشوا يعرفوا أن العمل السياسي بيتطلب أساليب مختلفة مش لهو عمل جمعيات ولا هو عمل كتاب ولا هو عمل تعود تنزل على العالم بدك تشتغل على الأرض مع الناس عمل سياسي تحالفات بدك تشوف وين أنت بتكسب وين أنت بتخسر مين بفيدك ومين ما بفيدك